نحاول بقدر استطاعتنا وإن كان يبدو علينا المرض أو كان يبدو علينا الهموم أو كان كان إلى آخره من هذه الأشياء اللي احنا قلنا عليها لكن نخلي القلب فرحان ونقول يا رب انت جبت لنا اليوم ده علشان نفرح فأنا همتثل لأمرك وأفرح أنا هفرح وفرح العوالية أنا هفرح وخلي قلبي يفرح وينبسط وخلد كله من باب أنه أنا بامتثل أوامر الله وأمتثل أوامر سيدنا النبي عليه الصلاة وأتم السلام إيه كمان من مظاهر العيد السعيدة ومظاهر الفرحة اللي احنا أخدناها منه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يغير الطريق يعني إيه يغير الطريق يعني يروح الجامع من طريق وهو راجع كده البيت وإحنا عارفين يعني بيت سيدنا النبي مع الجامع متلاصقين أو شبه متلاصقين لكن كان يحب يغير طريق العودة عن طريق الذهاب كان بيعمل كده ليه؟ العلمة لهم تفسيرات كتير قوي يمكن وصلت لحوالي عشرين تفسير احنا بقى هناخد التفسير اللي هو فيه فرحة وبهجة وسرور يقولوا إن سيدنا النبي كان بيحب يغير الطريق علشان يقابل أكبر عدد ممكن من الناس في يوم العيد يسلم عليهم ويقول لهم كل سنة وهم طيبين والصحابة الكرام كانوا يتبدلون التهاني في يوم العيد وكانوا يقول كل واحد فيهم للتاني تقبل الله منا ومنك يبقى احنا نقول تقبل الله منا ومنك يمشي ونقول كل عام وأنتم بخير ماشي ونقول كل سنة وانت طيب يا سلام ونقول عيد سعيد وعيد مبارك وربنا يا رب يدمها علينا ويعيد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات كل الدعوات الحلوة دي وكل الكلام الحلو ده ينفع نقوله وينفع ان احنا مش ينفع ان احنا نقوله بس لا احنا لازم ننشر التهاني رسائل العيد اللي احنا بنتبدلها سواء على التليفونات او على وسائل التواصل الاجتماعي او ان احنا نتصل ببعض او ان احنا نقابل بعض ونروح لبعض ونخرج مع بعض كل ده ممكن نقول ان اصله الحتة دي اللي كان بيعملها النبي واحنا بنعمل زي فيها انه كان يخالف الطريق في يوم العيد وان الصحابة كان يهنئ بعضهم بعضا في يوم العيد لتزداد ساعات الفرح وتزداد نبرات الفرح وتزداد احوال الفرح بينهم وبين بعض لانهم كانوا مؤمنين ان العيد فرحة وكمان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يومه في يوم العيد بايه كان بيبدأوا بالذكر والتهليل والتكبير وبنبدأ بصلاة العيد وخطبة العيد وشوف انه المشهد بتاع يوم العيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا انه لابد من الصبيان انهم يشهدوا العيد وكمان كان يخرج اليه النساء حتى ولو كانت المرأة عندها مثلا العادة التي تمنعها من الصلاة لكن سيدنا النبي كان يبقى حريص انه حتى النساء اللي ممكن ما تسمح لهمش ضرفهم علشان يصلوا الصلوات العادية لكن يطلعوا في الساحة اللي كانوا بيصلوا فيها مش علشان يصلوا مع المسلمين لانهم مش هينفع يصلوا وانما علشان يشهدنا يوم العيد يشهدنا يوم العيد يعني ايه؟ يبقوا كده مع ازوجهم ومع اخوتهم ومع اقرباءهم ومع جيرانهم علشان كلنا نكون في المكان اللي بيجمعنا نساء واطفال رجالة وشيوخ وشباب كلنا طبعا ملتزمين بالاماكن المخصصة لكل حد فينا علشان ما يبقاش فيه اختلاط كده او كده لا سمع الله وعلشان برضو الكل يبقى فيه مكان واحد كلنا نفرح وكلنا نهن بعض وكلنا نكون في المكان اللي فيه الصلاة علشان نفرح بيوم العيد كمان في حاجة مهمة بنحب نأكد عليها انه زي ما احنا تحدثنا عن اللهو المباح وانه اظهار الفرحة من جمال يوم العيد ومن شعائر يوم الدين يا سلام كمان لو احنا نحط في اعتبرنا انه صلاة العيد يا جماعة نكون حريصين عليها ان احنا نحضرها وان احنا نكون موجودين من بدري هناك لان فينا كده ساعات يعني بعضنا ممكن يصهر الليل كله ويكسل عن الصلاة فنقول له لا طالما سهرت كمل الصهر صباحي وروح صلي مع الناس العيد علشان فرحتك تتم بصلاة العيد وفرحتك تتم بخطبة العيد الكلام ده خلاص عملناه في اليومين اللي فاتوا وانحنا النهار ده في تالت يوم العيد بس حبين ان دي امور يتعلمها اولادنا ويتعلمها شبابنا ويتعلمها رجالنا ونساءنا علشان تكون حاجات لازمة لنا في ثقافتنا الموروثة وفي عادتنا الموروثة اللي احنا اخدناها من ابائنا وامهاتنا ومجتمعتنا ونفضل محافظين عليها طول حياتنا ان شاء الله ومن مظاهر الفرحة والسرور في يوم العيد وخصوصا في الايام الجميلة انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على الايام دي ايام التشريق اللي هي في عيد الاضحى انها ايام اكل وشرب يعني ايه ايام اكل وشرب يعني ايام الانسان يستمتع فيها بالطيبات والملذات انك تاكل وتشرب وتوسع على نفسك وتوسع على اولادك وعيالك سواء كنت دابح الاضحية فتاكل منها وتأكل عيالك وتأكل اهلك واقرباءك واللي ربنا سبحانه وتعالى يقدر يمن عليك بيه في هذه الايام ولو انت منتش يعني عندك استطاعة وما دبحتش في الايام دي تحاول انك انت يعني ايه تبحبح كده على نفسك شوية وعلى اولادك وخلي بالك ان التوسع دي امر بيها ربنا سبحانه وتعالى وامرنا بيها سجن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهوا قال للصحابة اللي كانوا عايزين يصوموا في هذه الايام قال لهم لا ما ينفعش ان احنا نصوم ليه هذه الايام قال عليها كده انها ايام اكل وشرب يعني وكلوا وشربوا يعني استمتعوا بالطيبات يعني استمتعوا بالملذات ما دامت من حلال وما دامت آتية من حلال ومصروفة من حلال ده معنى برضو ربما ممكن يغيب عن بعضنا في هذه الايام فاعلموا انها ايام اكل وشرب واسعوا على نفسكم واسعوا على اولادكم واسعوا على احبابكم ولازم تعرفوا ان التوسع دي كلها عليها اجر كبير من الله واجر كبير من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه الاكل والشرب والحاجات الكويسة دي كلها والمسليات والحلويات والحاجات دي كلها حاجات امرنا بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اللي قاله ده ان احنا نوسى على اولادنا ونوسى على احبابنا ونوسى على ازواجنا علشان الايام ايام عيد فيا رب املأ بالفرحة قلوبنا واملأ بالفرحة بيوتنا يا رب جمل ظواهرنا واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا رب املأ كل بيوتنا بالسعادة والهنى واعد علينا جميعا وعلى بلدنا وعلى أوطننا هذه الايام بكل خير وبكل سعادة وبكل سرور وما تحرمش حد يا رب من الفرحة وفرح قلوبنا جميعا يا رب العالمين